نتعرض إلى القصف في هذه اللحظات الساعة تشير إلى الخامسة والربع فجرا طوال الليل كان هناك قصف لكنه كان بعيدا الآن بدأ القصف يقترب أكثر نحن هنا في قليم دونياسك في الطرف الأوكراني على الحدود مع المسلحين الموالينا لروسيا صوت القضايا في تكرر تسقط قريبا منا لا ندري ماذا يقع إلى حدود الساعة لكن القصف بدأ يرتفع بشكل أكبر صوت القنابل يتكرر المسلحون الموالون لروسيا قاموا بقصف مرة أخرى قصف قوي هنا على الحدود المسلحون الموالون لروسيا في عملية الإجلال التي قاموا بها بداية مساء أمس كانوا يخططون لهذا القصف وبالتالي كانت العملية مضبرة للهجوم على أوكرانيا أوكرانيا تقول أنه هجوم روسي وليس المسلحون وأن المدفعية التي تستعمل هي مدفعية روسية بدأ إجلاء السكان المدنيين من هنا هناك مواجهات عنيفة لكن هذه القنابل التي تسقط في كل مكان تؤثر على الجميع وعلى حياة الجميع لا أحد يمكن أن يعرف ماذا سيقع طوال ليلة البارحة كان هناك قصف لكن كان على خط التماس كان على بعد تقريبا عشر كيلومترات من هنا الآن أصبح هناك قصف داخلي قوي داخل الحدود الأوكرانية من طرف المسلحين الموالين لروسيا موسيقى شكرا